هي أكبر دائرة في جبل لبنان بعدما تم دمج قضاء يشوفوا عليه عام 2018 وتضم 13 مقعداً تتميز بالمزيق الطائفي والنسيج المتنوع للطوائف المسيحية الدرزية السنية والشيعية ما يجعله من دائرة جبل لبنان الرابعة صورة مصغرة عن لبنان بنسيجه السياسي المتنوع إلا أن المعركة فيها هذه المرة بنكة مسيحية درزية في ظل المتغير المتمثل بعزوف تيار المستقبل عن الانخراط في المعركة الانتخابية والعين على القتلة الناخبة السنية في الإقليم تحديداً تيار المستقبل الذي أمن في الانتخابات الماضية 15 ألف سوطاً تضم دائرة 346451 ناخباً موزعين على 212512 في الشوف و133939 في علي حصة الدائرة في البرلمان 8 نواب في الشوف موزعين طائفياً على 3 موارنة 2 دروز 2 سنة وكاثوريكي وفي علي 2 موارنة 2 دروز وارتودوكسي يتنافس في هذه الدائرة 68 مرشحاً موزعاً على 7 لوائح لائحة الشراكة والإرادة الجبل ينطفد توحدنا للتغيير سيادة وطن صوتك ثورة آدرين والجبل في الانتخابات الماضية خرجت أربع لوائح من السباق لعدم تأمينها الحاصل وهو 13 ألف صوت اليوم تغيرت الاستفافات جزئياً مع تبدل المزاج الشعبي بعد ثورة 17 تشرين وتبقى العين على التغيير مجدولين عيد صوت لبنان